موسيقى بعد مرور اسبوع من الحادثة رئيس الوزراء يتسلم تقرير لجنة التحقيق في واقعة حريق وانفجار مع حطة الغاز في المنصورة بعدا وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج الثانوية العامة في المحافظات المحررة اللجنة الامنية بحضر موت تبحث اجراءات تعزيز الامن والاستقرار حلف قبائل حضر موت يعلن عن تدشين تم مركز نقطة جديدة غرب المكلة موسيقى مؤسسة رعاية الشباب تعيد الوهج الثقافي لمديرية الشحر في تنظيم معرضا للكتاب موسيقى مشاهدين الكرام مرحبا وسهلا بكم في نشرة اخبارية مفصلة نقدمها لكم من قناة عاد ومن عنوينها الى التفاصيل بارك عبد الرحمن المحرمي نايم رئيس مجلس القيادة الرئيسي نايم رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عملية بدل صرف مستحقات الموظفين العسكريين والامنيين المبعدين قصرا عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية واصفا اياه بالخطوة الاجابية التي تأخرت كثيرا جاء ذلك في منشور على حسابه الرسمي في منصة اكس اشار فيه الى ان هذه الخطوة وان اتت متأخرة الا انها جاءت لرفع المظالم واجبرة ولوجز من الضرر الذي لحق بهم طوال السنوات الماضية مؤكدا ان هذا القرار يأتي تتويجا لجهود متواصلة بدلتها مختلف الاطراف المعنية ومنويا الى ان ايبعد الموظفين عن وظائفهم كانت له اثر اجتماعية واقتصادية عميقة على هولئي الموظفين وعائلاتهم تسلم رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد بن مبارك تقرير لجنة التحقيق في واقع حريق وانفجار طرمبة التاج لتعبية السيارات بمادة الغاز في مديرية المنصورة بالعاصمة والتي اسفرت عن خسائر بشرية ومادية حيث شملت تقرير الاسراع في احضار مالك المحطة الذي لا يزال هاريبن للتحقيق معه تفاصيل اكثر في سياق التقرير التالي بعد مرور اسبوع من الحادثة التي اسفرت عن خسائر بشرية ومادية تسلم رئيس الوزراء الدكتور احمد بن مبارك من اللجنة التي شكلها تقريرها في التحقيق لواقعة حريق وانفجار طرمبة التاج لتعبية السيارات بمادة الغاز في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن بعد مرور اسبوع عن الحادثة التي اسفرت عن خسائر مادية وبشرية تسلم رئيس الوزراء الدكتور احمد بن مبارك من اللجنة التي شكلها تقريرها في التحقيق لواقعة حريق وانفجار طرمبة التاج لتعبية السيارات بمادة الغاز في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن رئيس الوزراء اطلع من اللجنة على آلية عملها للاطلاع على الاضرار والتقصي حقائق وملابسات وقوع الحادثة والتي اكدت ان الطرمبة التي انفجرت غير مرخصة لها من الشركة اليمنية للغاز والسلطة المحلية وانها تعمل دون التزامها بتوفير ادنى متطلبات الامن والسلامة المفترض وجودها في محطات الغاز موضحة ان عدد طرمبات الغاز الموجودة حاليا في عدن 122 طرمبة منها 77 طرمبة مخالفة وغير مرخصة لها تقرير نتائج التحقيق اجتمل على عدد من التوصيات من بينها ضرورة اسراع الاجهزة الامنية في استكمال اجراءات التحقيق بحدثة انفجار طرمبة التاج واحضار ملكها محسن عبدالحدي الذي لا يزال هاربا للتحقيق معه ومعرفة الاسباب الحقيقية وراء الانفجار وكذا اتخاذ الاجراءات اللازمة باعادة تقييم وتصحيح اوضاع طرمبات الغاز المتواجدة في العاصمة عدن والمحافظات المحررة وتحديد الاجراءات القانونية اللازمة تطبيقها بحق الطرمبات المخالفة وكما اوسط اللجنة باصدار توجيهات عاجلة الى الجهات المعنية بمنح التراخص لطرمبات الغاز وبايقاف منح وتجديد التراخص والتصاريح لطرمبات الغاز حتى تنتهي اللجان من اعمال التقييم والتصحيح لأوضاعها وكما اكد اللقاء على استمرار متابعة الاشراف على تنفيذ التوصيات والقرارات التي سيتم اصدارها واتخاذ اجراءات حازمة لانهاء المخالفات والعشوائيات في عمل محطات وطرمبات الغاز في عدن وبقية المحافظات التقى رئيس هيئة التشاور والمصالح محمد الغيثي ونايب رئيس الهي عبد الملك المخلافي سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى اليمن سعدت محمد حمد الزعبي وخلال لقاء استعرض رئيس الهيئة مستجدات الوضاع السياسي والاقتصادية في اليمن والجهود التي تبدلها هي التشاور المصالحة في تعزيز تقارب القوى والمكونات والأحزاب السياسية المساندة للشرعية وجهود دعم ومساندة مجلس القيادة الرئيسية وجددت هيئة رئيس تلهية تأكيدها على الدورة المهم والإيجابية التي تلعبه دولة الامارات العربية المتحدة في اليمن لا سيما في تطبيع الوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب بحث وزير الخارجية الدكتور شايع الزنداني مع نائبه رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي روزا ماريا جيلية والوفد المرافق لها وجهة النظر حول تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتحقيق السلام في اليمن وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون التي تجمع بين اليمن والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة وتدخلت الاتحاد الأوروبي الإنسانية والتنموي التي تهدف لتقفيف أثار الأزمة الإنسانية ودعم جهود الحكومة باستعادة تطبيع الوضاع وتحسين الخدمات التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع الزنداني سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليمن محمد الزعابي وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وبحث مجالات التعاون المشترك وسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وأشاد الوزير الزنداني بالدعم المتواصل الذي يقدمه لاشقا في دولة الإمارات العربية المتحدة لليمن في شتى المجالات أعلنت وزارة التربية والتعليم بالعاصيم عدى النتائج اختبارات شهادة الثاروية العامة بقسمها العلمي والأدابي للعامة الدراسية 2023-2024 بنسبة نجاح بلغ 86.1% وباركها وزير التربية والتعليم طارق العكبري خلال حفلة على نتائج اختبارات شهادة الثاروية العامة الذي نظمته اللجنة العليا للاختبارات لجميع الطلاب والطالبات الذين حققوا نتائج علي على مسوى المحافظات بالجمهورية ناقش وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس خلال لقائه رئيس مجلس إدارة هيئة مستشفى الجمهورية التعليمية الدكتور محمد الثقاف مستوى تنفيذ التدخل الحكومي في مستشفى الجمهورية التعليمي بمدرية خور مكسر واستمع لملس من رئيس مجلس إدارة المستشفى إلى شرح عن سير العمل بالمستشفى واغسامه المختلفة وأوضع الطواقب الطبية والتمريضية والجهود التي تبذل من قبل مجلس إدارة المستشفى لمعالجة الاختلالات التي قد تطرى في نطاق عمل الهيئة واقتصاصاتها وأشدد لملس على ضرورة رفع مستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمرضى مؤكدا على أهمية تكثيف الجهود لمتابعة استكمال التدخل الحكومي فيما يخص ببناء سورة المستشفى عقدت اللجنة الأمنية بحضر موت اجتماعا لها بالمكلب رئيسة محافظة المحافظة رئيس اللجنة الأمنية مبخوت بن ماضي واستعرضت اللجنة تقارير أمنية وناقشت لجراءات المتخذة لتعزيز الجانب الأمنية ومكافحة الجريمة وضبط الخارجين على القانون وتم خلال الاجتماع بحث السبل الكفيلة بتعزيز التنسيق بين الأيزة العسكرية والأمنية لما فيه تعزيز حفظ الأمن وخير والصالح المواطنين رفع محافظ حضر موت الأستاذ مبخوت بن ماضي التهاني لطلاب حضر موت لاويل باختبارات شهدت التعليم الثانوي للعام 2023-2024 للقسمين العلمي ولد بي وأهن المحافظة الطالبة ألا رياض بالرعية الحيزة على المركز الأول في القسم العلمي على مستوى ساحل حضر موت بنسبة 99.63% والطالبة أحمد حسين العيدروس الحيزة على المركز الأول في القسم العلمي على مستوى وادي حضر موت بنسبة 99.50% كما هنال المحافظة الطالبة عيش علي بن همام الحيزة على المركز الأول في القسم الأدبي على مستوى ساحل حضر موت بنسبة 99.5% والطالبة خول سعيد تنتوف الحاصل على المركز الأول على مستوى وادي حضر موت في القسم الأدبي بنسبة 98.5% هذا وارفع المحافظة التهاني للعشر الأوائل في القسمين العلمي والأدابي على مستوى المحافظة والفائزين في شهادة انهاء الثانوية العامة مبارك اليوائل مور الطلب الأوائل تفوق ابن نايم شهد الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت صالح العمقي بالمكلة الحفل الخطابي والتكريمي الذي ينظمه مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت لتكريم الفائزين في أولمبياد مدارس حضرموت الأول للعام الدراسي 2023-2024 وخلال الحفلة لقى العمقي كلمة النقل خلالها تحايا ومباركة المحافظة الأستاذ مبخوط بماضي لكافة المكرمين الأوائل في مختلف المسابقات من الطلاب والطالبات مؤكدا أن هذه الأنجيطة والفعاليات تعتبر من أهم مقومات العملية التعليمية التي تسهم في تربية النشوة وتعمل على سغل مداركهم العملية والقياتية هذا وأشار العمقي إلى همية العمل على استقرار العملية التعليمية ومساهمة أولياء الأمور والمجتمع في ذلك من خلال حرصهم على الدفع بابنائهم إلى المدارس اطلع وكل محافظة حضراموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عمر العامري على خطط الأنشطة التي تعتزم منظمة سيفيك تنفيذها بمدرية وادي والصحراء حضراموت واستمع العامري من وفد المنظمة برجاسة إسكندر عبدالله إلى شرح المفصل على الأنشطة التي تعمل فيها المنظمة والتي تهدف إلى تحسين حماية المدنيين في النزاعات حول العالم وتقديم العون وتدريب وتاهيل للمنظمات الدولية والحكومية والجهات الأمنية والعسكرية لإعتماد تنفيذ سياسات للمنع والتخفيف من الضرر على المدنيين أثناء النزاعات المسلحة دشر وكل محافظة حضراموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عمر العامري ورشت عمل تطوير نظام الإحالة بين المرافق الصحية مؤسسة طيبة للتنمية بتمويل من مؤسسة العون للتنمية وفي الثلاثين شار العامري لهمية النظام في تسهيل عمل المرافق الصحية والتخفيف على مستوى المستشفيات المركزية في مرافز المديريات وهي مستشفى سيئون العامة مؤكداً وقوف سلطة المحلية إلى جانب الجهات الصحية وتقديم كافة التسهيلات لها زار وكل محافظة حضراموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عمر العامري البازار التسويقي للبرنامج التدريبية المهني للفتيات بعنوان حرفة حيالية الذي نظمته الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمدرية سيئون وطاف وكل المحافظة ومعهم مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياض الدكتور مجدي سليمان متعرفاً على ما قدمته المشاركات في البرنامج بمجال الصناعة الغذائية والبخور والعطور وأعمال الجبس والشموع هذا واشاد العامري بما لمسه من جهود وأعمال متقنة قدمتها المشاركات والذي عكس مستوى الاستفادة للمتدربات إلى البرنامج التدريبي أعلن حلف قبائل حضراموت عن تدسين تمركز نقطة جديدة غرب المكلة للحفاظ على ثروة حضراموت وللضغط أكثر على الرئاسة لتلبية مطالب ابناء حضراموت وقال الحلف في بيان إننا نتخذ خطوات على الأرض وانتشاره وساعة تتبعه عدة إجراءات حتى تحقيق قافة المطالب مشهيراً إلى أن التعنت والمماطلة والتسويف لا زال مستمراً من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسية لجاه تلبية مطالب حضراموت المشروع عقد اجتماع موسع ضم اللجان المجتمعية والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية وجمعية صياد شحير السمكية وتعاونية الصيادين وقفة من تطورات الأحداث التي تشهدها المدينة جراء تصعيد من قبل سريحة الصيادين المطالبين بحقوقهم المشروع بصرف التعوض المالي المتوقف منذ ثلاثة أشهر وفتح بحر شحير دون قيود وفي الاجتماع الذي حضره مدير مكتب الشون الاجتماعية والعمل بصاحل حضراموت الأستاذ أحمد بادروس ومدير عمهرية غيربا وزير الأستاذ سالم العطيشي أكد المجتمعون وقفهم إلى جانب مطالب الصيادين المشروعة بصرف التعوض المتوقف الذي أثقلهم في هذه الظروف المعيشية الصعبة لتلفياته الاحتياجات الأسرية وفتح البحر بشكل كامل أمام مهنة الاستياد شهدت مديرية شحر افتتاح معرض شحر للكتاب الذي حمل عنوار رحلة الصعود إلى القمة الذي نظمته مؤسسة رعاية الشباب للتنمية لإسقل مواهب الطلاب الدارسين وتنوع النهج الثقافي وإيقاف الغزوة الإلكترونية والتوجه إلى القراءة تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي تحت شعار رحلة الصعود إلى القمة معرض للكتاب بمديرية الشحر حمل من خلاله نحو عشرة آلاف كتابا مختلفا ضم كتب متنوعة ومجموعة واسعة من المجالات التقافية والمعرفية والأدبية وبما في ذلك كتب فقهية وقصصية والكتب العلمية التي تفيد الطلاب والباحثين عن المعرفة هذا المعرض الذي يحتوي على أكثر من عشر ألف كتاب وكثير من روايات وكثير من دار نشر لأول مرة يقام مثل هذا المعرض في الشحر نتمنى من جميع الزوار أن يزور هذا المعرض فالشحر غنية بالتقافة والفن والفنون بإذن الله تعالى نتمنى من جميع أن يزور هذا المعرض ويقتنوا ما به من كتب فخير جليس في هذا الزمان وكتابه ونحن تحت عنوان الصعود القمة نحن بحاجة اليوم إلى عودة إلى القراءة التي تعبدنا الله بها بقوله إقرأ باسم ربك الذي خلق لاحظنا في السنوات الأخيرة حزوف كبير عن القراءة واتجاه الشباب إلى مطالعة الكتب الألكترونية أو مطالعة وسائل التراصل الاجتماعي وترتب على هذا غياب الوعي في المجتمع نتيجة الأزوف عن قراءة الكتب واليوم الحمد لله صارت الكتب تناول الجميع في هذا المعرض في عدد ضخم من العناوين بعد الغزو الأكتروني للبلاد لم تحظى مديرية الشحر أي اهتمام للقراءة من خلال نشاطاتها الثقافية التي تقام فمعرض الشحر للكتاب الذي دشنه المدير العام للهيئة العامة للكتاب الأستاذ عبد الحكيم بن قديم ومدير عام الشحر الأستاذ عادل أحمد باعكاب افتتح أبوابه للزوار من مختلف مناطق موجودية الشحر وطلاب العلم حيث أتحت مؤسسة رعاية الشباب فرشة لكل المهتمين بالقراءة من خلال هذا المعرض الثقافي مدد المعرض تستمر مدد عجر أيام سوف تضعي فيه رعاية الشباب اللغة في مدارس الشعر للطلاع على المزيد من المعارف والمعلومات العلمية والتربوية والفنية والجعرية عموماً المعرض يحتوي على كافة الوان الطيف من الكتب أكثر من العجر علىها في الكتاب تقريباً وهذا برضا نقلة ممتازة ونظمن أن يكون على ديقام المعرض أو المعارض الأخرى للكتاب سنوياً يكون كاحتفال سنوي يقوم في مدينة الشعر صراحة المعرض اليوم ما شاء الله أثلج الصدر وفيه موجود تواجد كبير لكتب تحصصية وهذا الشيء اللي برز في هذا المعرض فيه مقطة مهمة جداً اللي هي موضوع التقافة الإلكترونية احتلت الفترة الأخيرة سوق كبير جداً وهو ما أثر على تواجد المعارض فهنا صراحة أوجه رسالة من هذه المنصة لأرباب المكاتب وأرباب المعارض أن يكونون متواجدين بكثرة في السوق حتى يستعيدون من ما كانت عليه المعارض من قبل على الرغم من قساوة الأوطاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والتي جعلت الكثير يتخلى عن قراءة الكتب والاتجاه إلى الأدوات الإلكترونية التي تغزو عقول الكثير وتبقى لمثل هذه المعارض إقبالاً كبيراً فخير جليس في هذا الزمان كتابه التقى علي الكثيري القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الجمعية الوطنية أي سلهية العامة لتنظيم شؤون النقل البريفار الشعفل والسمع الكثيري خلال اللقاء من شعفل إلى شرح وافه حول سير العمل في الهيئة والإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية لتحصين جودة وادا خدماتها في المنافذ البرية من خلال الربط الشبكي بين شركات النقل بالمحافظات بالإطافة إلى الجودة التي تبذلها لاستكمال مشروع المحطة المركزية لنقل الركام محلياً ودولياً بالعاصمة عدن بحث القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الجمعية الوطنية الأستاذ علي الكثيري مع محافظ محافظة الضالع اللوارق علي مقبل صالح اللوضاع الخدمية والأمنية بالمحافظة واطلع الكثيري خلال اللقاء من اللواء علي مقبل على سير عمل السلطة المخلية بالمحافظة ومديريتها ومستوى تنفيذ المشاريع الخدمية المتصلة بالحياة المعيشية للمواطنين إضافة إلى لوضاع العسكرية والأمنية وما يسطره أبطال القوات المسلحة الجنوبية من بطولات في تصديهم لاعتداءة مليشي الحوثي الإرهابية زار رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت العميد سعيد المحمدي جرح الاعتداء على المتظاهرين السلميين بمدينة شحير وأعرب العميد المحمدي خلال زيارته لأحدى الجرحى عن إدانته الشديدة بأشد العبارات لحادثة تفجير قنبلة قبل يوم مساء على المتظاهرين المعتصمين بمنطقة شحير مؤكداً وقوف المجلس الانتقالي إلى جانبهم ومشيراً بأهمية إلى المصابين الاهتمام والرعاية الصحية اللازمة وتوفير كل مستلزمات العلاج واطمأن رئيس انتقالي حضرموت على صحة الجري عمر بن شابض الذي يتلقى العلاج بمستشفى البرج بمدينة المكلة متمنياً له الشفاء العاجل عقدت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة لاحج اجتماعها الفصلية الثانية للعامل حالي برياست الوستاذ والضاح الحالمي رئيس القيادة المحلية والقى الحالمي كلمة استعرض من قلالها المسجدات على مستوى المحافظة والجنوب وبرست طورات المشهد السياسي وما تمر به القضية الجنوبية من تعقيداته مشيراً إلى أن الحراك السياسي على المستويات المحلية والاقليبية والدولية وما تبذله قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة اللواز جبيدية من جهود جبارة في ملف قضية شعب الجنوب ولفت الحالمي لجملة الحروب التي تشنها القوى المعادية لقضية شعب الجنوب سياسياً وعسكرياً واقتصادياً بدأت بالعاصمة عدن وبإشراف المهندس معين الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسورة المركز الرئيسي بالعاصمة عدن أعمال واسعة في سفلتة جولة الكثير بالمنصورة ضمن أعمال مشروع صيانة الخط الرئيسي من جولة السفينة إلى جولة الكثيري الجاري في العاصمة عدن واستمع الماس من المهندس آرين عبدالله مديرة المشروع حول سير الأعمال والوضع العام للطريق المستهدف في المشروع وأعمال السفلتة التي بدأت تواصل للأعمال في إطار المشروع عثان الفرق الفنية والقايمين على الجهود الكبيرة لإنجاز المشروع افتتح محافظ شبو عوض بن الوزير المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه بتمويل مخلية واستبع المحافظ من مدير المركز الدكتور علوي فضل إلى شرح تفصيله عن الخدمات المخبرية التي يقدمها المركز للمرضى ودور عمل كافة جهزته الطبية الحديثة في عمليات نقل الدم التي تشمل على وحدة القياس الدقيقة لا وأهمية سرعة نقل الدم للمصابين منويها بدخول بعض الأجزاء لأول مرة في الخدمات الطبية بالمحافظة قام الوكيل المساعد لمحافظة شبو فهد التوصلي بزيارة فقودية لمصنع فيضل المياه المعدنية بمديرية حبانة والتابعة لشركة شبو للاستثمار وخلال الزيارة استمع الوكيل المساعد للمحافظة إلى شرح متكامل عن المصلع من المدير التنفيذي لشركة شبو للاستثمار الدكتور طارغالهيج ومدير المصنع ناصر الخليفية لذاني طلع الوكيل التوصلي على مكونات وإنتاجية المصنع الذي تم افتتاحه وتشغيله في نهاية عام 2023 هذا وأكد الوكيل اهتمام قيادة المحافظة بدعم وتشجيع النشاط الاستثماري في المحافظة بمختلف جوانبه وتقديم التسهيلات اللازمة ليتمكن من القيام بدوره المنشود في خدمة التنمية المحلية بالمحافظة قام اتحاد نساء اليام الفرع محافظة لحج جلسة حوارية مجتمعية حول تسرب الفتيات والفتيان من التعليم وارتباطه بالزواج المبكر والتجنيد ضمن إطار مشروع توفير سبل العيش والتمكين الاقتصادية الممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان والذي ينفذه الاتحاد وخلال الجلسة الحوارية التي أدارتها عبير فريد مشرفة إدارة الحالة بمشروع سبل العيش تم التطرق لأسباب مشكلة التسرب من التعليم ودوافعها والتأي جهة السلبية على الفتاة بشكل خاص والمجتمع عام وخرجت الجلسة بعدد من التوصيات للحد من عملية التسرب أهمها تفعيل دور المرشد الاجتماعي في المدرسة لمعالجة أي إشكاليات ناتجة داخل المدارس تمكن رجال البحث الجنائي بمحافظة المهرى من ضبط مواد مشبوهة تنام محاولة رسالها عبر الفرزة إلى أحد ما كاتب النقل لخارج المحافظة بعد إثبات دخول استخدام هذه المواد في عدة غراض صناعية مدنية وعسكرية وتمثلت البواد المضبوطة والمخفية بداخل ثنين كرات مموة بمادة سودان مفتتة داخل ستة كياس بلاستيكية وكذلك تم ضبط كيس يحتوي على عشر صناديق بلاستيكية تحتوي على قطع قيار بعدينية بداخل كابسولات بلاستيكية وبعد البحث عن المادة المضبوطة تبين بأنه تسمى الياف الكربون وهتستخدم فيها عدة غراض صناعية مدنية وعسكرية وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على شمال الضفة الغربية خاصة محافظات جنينة وطول كرم وطوباس لليوم التاسع على التوالي حيث بدأت قوات الاحتلال عدوانا واسعا على الضفة الغربية في الثامن والعشرين من أغسطس ما اسفر حتى اللحظة عن استشهاد أربعين مواطنين بينهم واحد وعشرين من جنينة وثمانية من طول كرم بالإضافة إلى ثبانية من طوباس وثلاثة من الخليل وخلال عدوانها تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي تجريف شوارع المدن الثلاث ومخيماتها وتدمير ممتلكات المواطنين والمرافق العامة والخاصة والبنية التحتية بما فيها شبكتها المياه والكهرباء أعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى أربعين ألف وثمامية وثمانية وسبعين غالبيته من الأطفال والنساء منذ بداع عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وأضافت المصادر ذاتها أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى أربع وتسعين ألف واربعمائة واربع وخمسين منذ بداع العدوان مشيرة إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين بحق العائلات في القطاع أسفرت عن استشهاد سبع عشر مواطنا وإصابة ستة وخمسين آخرين خلال الساعة الماضية مشاهدين الكرام إليكم تذكير بأبرز ما جاء في النشرة من أنباء بعد مرور أسبوع من الحادثة رئيس الوزراء يتسلم تقرير لجنة التحقيق في واقعة حريق وانفجار مع حطة الغاز في المنصورة بعدا وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج الثانوية العامة في المحافظات المحررة اللجنة الأمنية بحضر موت تبحث إجراءات تعزز الأمن والاستقرار حلف قبائل حضر موت يعلن عن تدشين تم مركز نقطة جديدة غرب المكلة مؤسسة رعاية الشباب تعيد الوهجة الثقافي لمدرية الشحر في تنظيم معرضا للكتاب مشاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم شكرا لطيب المتابعة ولمزيد من التفاصيل تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية دمتم بحفظ الله ورعايته وإلى اللقاء اشتركوا في القناة